اعتقد ان معلق بينسبور حفظ دراجي وقع في اخطاء مهنية جسيمة اثارت الجدل كثيرا بتعليقاته على المباشر بتلميحات باشياء لا علاقة بكرة القدم الدراجي يصفي حساباته وحسابات الكبرانات والجنرالات اضحى ناطقا رسميا للنظام العسكري وادخل نفسه في مأزق كبير بتلك التصريحات على المباشر ممكن هذا المعلق ان يكون حرا فيما يقوله على حسابه وتدويناته في مواقع التواصل الاجتماعي لكن اخطاءه المهنية الجسيمة تستجوب او تتفرض تحقيق فيما يقول هذا الشخص الذي اثار حنق الجميع اثار غضب ليس المغاربة فقط الذين يعني الفوا هذه التصريحات وهذه التلميحات وهذه الكلمات وهذه المصطلحات من هذا المعلق الذي بدأت اسهمه تتهاوى في ميدان الاعلام قلت ليس المغاربة فقط ولكن اثار غضب ايضا اشقاء عرب التوانسا والمصريين كذلك واستصغاره ايضا للتنظيم في افريقيا وهذا هو التعالي وهذا هو يعني التكبر وهو الذي يعني نقوله باللغة الدارجة العربية هو اللي يخرج على المنتخب الجزائري وخرج عليهم بالتعالي وبالأوصاف يعني المتكبرة وبالتالي يجب فتح تحقيق في هذه الاخطاء المهنية الجسيمة المغرب اكبر من هذا المعلق الذي كان له حب كان له تقدير من المغاربة لكن كل ذلك لم يعني معطاش واحد الاعتبار معطاش واحدة القيمة وايضا تصريحه ويعني واحد الاوصاف اللي يوصف بالمرأة المغربية التي هي اكبر منه واشدر من كفاءة يعني ان المرأة المغربية معروفة بكفاءتها بمكانتها في المجتمع فيعني هذه الاشياء تزيد هذا المعلق استصغارا واحتقارا ونقول كفاء كفاء لقد طفح الكيل كيف رسالتك المدير ديال البيان سبور اللي انا لست يعني في الحقيقة ما شيف واحد الموضع اللي اننا نقدر نقول شي رسالة المسؤولين المسؤولين راهما ديال القنوات القنوات عربية يعني رياضية عزيزة على المغاربة هي قنوات ديال المغرب وديال العرب ديال كل شي عندها مكانتها الاعتبارية عندها واحد المشاهدة ولكن نشوفه غير المعلقين والصحفيين المغاربة الذين يشغلون الفاتي القنوات كيف لهم من الاخلاق والرقي انهم ما كينزلوش لهذا المستوى لكن صاحبونا الحقيقة يعني كنقول بانه اه غد ينزيد العودة بان يعني الصورة دياله والاسهم دياله طاحت هو بعيد على المهنية بهذا التعابير واحتد تدوينة دياله ممكن انها خصي يكون عنده واحد تقدير واحد الاحترام ما يطحش في هذا الفخاخ ويطح في الاشياء ربما هو كنقول بانه ماشي يعني ديال راسه ديال وحدي الخري اللي كيدفعوه لدكشي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونهو في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي